اليوم في المتمر الصحر لن أدتعى النادي لن أجلب المساعدات لم يكن لأنها من المتركة ونحن نعرف أن نوافق ونحن نعرف أن نانعوه ونحن نعرف أن نتعرف معه ثم في النادي مراتي لا يسعى أنهم النموذج المساعدة المنصدين والمضلقاء فخورين بالانتماء لأنه لا يسلم وليس يلعب على الألقاب ومراهن الجديد على كل الألقاب اليوم تارجل يتواصفين نصف صل النهائي ويتمح بشو صل النهائي ويهز الكيس هذي كالش لحياتنا ديما مستمرة على النجاحات وعلى الألقاب كما قلت شوف الفرق الكبرى ديما تلعب على سماعتها وتلعب على تاريخها وتلعب على تقديم أفضل ما عندها بطبيعة الحال المواجهات هذه صارت قبل بين تارجل بين الأهلي ريفيلاسون كبيرة ونتذكر واحد أقبل الأهلي صارت نتيجة إيجابية هنا في مصر وناس كل شافت تارجل في تاريخ مفتوح ولكن الأهلي اخذها الانتصار والأخذها حتى بطولة معناها كل الاحتمالات واردة في المباراة مهما كانت في تونس ولا في مصر أنت والجهزية متع الفريق في النهار صحيح يمكن البريود الأخرى ما كانتش تعرف وقت اللي هزينا البطولة قبل أربع جولات يعني في فترة مبكرة من انتهاء البطولة معاش فهم الموتيغاسيون لازمة بالنسبة لللاعبين خاصة في غياب الجماهير بطبيعة الحال يمكن المباراة اللي كانت فيها برشا حماس أكثر هي مباراة بالوزداد في مباراة العودة بطبيعة الحال من بعد الريتم كل ثلاثة مباراة تلقى روحك واقف ثلاثة أسابيع كاملة وفهم اللعبين كانوا معناه في المنتخب ولكن وقت اللي تنقص الكمبيتسيون المواجهات أكيد بشكل مخصري ولكن هذا ليس عامل كبير ولا سبب مقنع أنه باش نبرروا به الخسارة الخسارة نتحملها وكيد إن شاء الله باش نصلحوها بإذن الله بطبيعة كل مباراة عندها حقيقتها وعندها الفيزيونومية وتفرض عليك هذه المباراة هي التي تفرض عليك التغييرات والتغيير مع فاروق جاء سبنتانية وقتها حسيت الأولاد قاعدين رجعين في الماش وقاعدين مركي وهو كان آخر شانجمات باش ندخل توقي كما تكن ومخي قلت باش ندخل توقي باش نعدله وممطنون ليش له فاروق كانت حاجة به هي حافظ نعناوي كبير اللاعبين وكلا وبطبيعة الحال الأدبارسير ومباراة غضوة غضوة بطبيعة الحال فاروق معنا في البنالتي معنا سيسان فور احنا نقول ان شاء الله نترشحوا قبل البنالتي ولكن إذا استحقنا وما زال عنا شانجمات أكيد فاروق ان شاء الله يبدأتنا البلوس ان شاء الله دا كان كلام الكابتن معيني الشعباني المدير الفني للترجع عن مباراة غدا الاهل وكلا على صنق